في اكتر من قناة القنوات دي سرق مني محتوية وانا عملت ابلاغ لأكتر من فيديو ودتهم بالفعل 3 انذارات ولكن للأسف الشريط اليوتيوب لم يتم اغلاق هذه القنوات وعايز اقول لحضرتك ان عدى اكتر من شهر والقنوات دي ما تقفلتش طبعا انا رح تكلمت الدعم الفني السلام عليكم القناة دي لبس 8 انذارات مش تقفلت ازاي قال لي ثواني حابص على القناة شكرا وبعد كده اقول لك لا يمكن اني مناقشت القناة تقول له هو اليوتيوب بيدعم انت حال الشخصية علشان اعرف بس كده اليوتيوب غلط وغبي وطريقة السرقة والقناة كده حتبقى انتوا بصراحة كده غباء منكم قال لي حشرح لك اساسيات اصدار الانذارات والكلام تقول له مش تشرح حاجة انا عرفها اكتر منك ممكن تفهمني ايه السبب مش عندك تفسير يقول لك لا حقول لك القناة خلال 90 يوم ولازم تستنى انتهاء الانذار استنى انتهاء الانذار عشان القناة ما تتفلش يعني انا لما جيت عند حقوق طبعه واناش لقيتني مثلا مدي قناة اربع انذارات ومدي دي القناة دي اربع انذارات برضو وقنوات تانية غيرها تحت برضو انذارات اكتر من 57 قناة كل قناة سرقى مني اكتر من اربع او خمس فيديوهات ايه الدنيا يعني ايه السبب اللي خلي اليوتيوب ما يقفلش القناة دي مع اني مديهم اكتر من 3 او اربع انذارات اه بص 3 او اربع انذارات 3 او اربع انذارات هتكلم معاك بقى بنعل على تجارب شخصية لبعض من المتابعين عندي وانا بشوف عندهم الانذارات بلاقي مثلا واحد بياخد انذار واحد على ثلاث فيديوهات والتاني بياخد انذار واحد على اربع فيديوهات واحد بياخد انذار واحد على خمس فيديوهات بس هو انذار واحد ليه؟ لان تقريبا تم الابلاغ على الاربع فيديوهات بنفس الانذار ونفس الوقت وده التفسير من وجهة نظر الشخصية الوحيد للموضوع ده يعني مش لقى تفسير كده ان انا عشان بلغت عنهم في نفس الوقت بلغت عنهم في نفس الوقت اهو في نفس الوقت فعشان كده اليوتيوب ادهم انظار واحد علشان كده المرة الجاية او هم كده كده لسه اخدين من الفيديوهات تانية حدخل ابلغ عنهم ماشي المرة التانية لما جد اي شخص انظار واخد مني اكتر من فيديو حد ديلي انظار وتاني يوم حد ديلي انظار وتالت يوم حد ديلي انظار للعلم القنوات دي قنوات للأسف الشديد مش فاهمة يوتيوب لانه بعد ما اخد انظاره وشهر لسه الى هذه اللحظة بيعمل نفس الخلط ونفس الاخطاء وبيسرق نفس المحتويات وهكذا القنوات دي برضو بعد ما اخدت الانظارات لسه بياخد محتويات من ناس تانية خالص مش محتويها فمعنى كده هو يستاهل بالفعل من يقفل القناة ويستاهل بالفعل ما يعملش قنوات على اليوتيوب تاني لانه هو ما فهمكش وما مشيش ورا الموضوع على فكرة انا اول ما بدأت على اليوتيوب لبست انظار والانظار ده هو اللي خلاني ابدأ على اليوتيوب وافهم التفاصيل دي لانه ما كنتش عرف يعني ايه اصلا انظار وايه العلامة الحمراء اللي فلوحت البيانات فلازم تتعلم ولازم تفهم اي غلط انت بتغلطه لازم لما تغلطه تعرف انت غلطه ليه وايه ازاي تقدر تعدله بالتوفير للجميع انا حبيت اشرح لكم نقطة مهمة جدا علشان حضرتك ما تتفاجئش لما قناة او اكتر من قناة تسرق منك محتويك وما تعرفش تديها اكتر من انظار في مرة واحدة علشان كده انا قلت تجربتي ممكن تكون صحة وممكن تكون غلط ولكن محتاج رأيك في الكومنتات ومحتاج اشتراكك ومحتاج الكومنت الايجابي ومحتاج من حضرتك تعمل لايك اديني لايك على فكرة مستوى اللايك تفع عندنا جدا لفترة الاخيرة يعني بص 367 من 1400 وفيه كمان فيديو جاب 1500 مش فاحنا عايزين بقى كده نرفع اللايكات من المستوى اللايكات نرفع اكتر من كده لو سمحتوا شكرا للجميع